السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او اعلم بكم متبعين الكرام متابعين قناة من الاخر الخرصة لا اول مرة الزرر اتوزرنا في القناة لا تشترك في القناة بضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو واكتب على الاشتراك واسبسكرايب اعمل لايك الفيديو فعل زر الجرس لاسل لك كل جديد باستمرار بازن الله تعالى متبعين الكرام خلاننا نتكلم عن ترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدفين وهو نتائج مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021 مع بداية الجولة 15 من الدور العراقي معكم محمد نور الدين بالنسبة لنتائج مباريات اليوم مع بداية الجولة القرخي فاز على الكهرباء 1-0 الديوانية تعادل امام زاخو 0-0 اماني بغداد تعادل امام نفط الوسط 1-1 الميناء فاز على القاسم 2-1 ونفط ميسان تعادل امام نفط البصرة 1-1 خلاننا نتعرف على ترتيب فرق الدور العراقي وترتيب الهدفين بعد مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021 في صدرات ترتيب جدول دور العراقي بعد انتهاء مباريات اليوم مع عبدالات الجولة 15 الكوة الجوية في المركز الاول بـ 28 نقطة ولست هتلعب بكرة بإذن الله تعالى نفط الوسط في المركز الثاني بـ 28 نقطة الشرطة في مركز الثالث بـ 27 نقطة الزوراء في المركز الرابع بـ 25 نقطة النجف في المركز الخامس بـ 23 نقطة زاخو في المركز السادس بـ 23 نقطة نفط ميسان في المركز السابع بـ 22 نقطة النفط في المركز الثامن بـ 20 نقطة اماني بغداد المركز التاسع بعشرين نقطة الكهرباء في المركز العاشر بثمنتاشر نقطة القارخ في المركز الحدي عشر بثمنتاشر نقطة الديوانية في المركز الثاني عشر بثمنتاشر نقطة أربيل في المركز الثالث عشر بسبعتاشر نقطة الطلبة المركز الرابع عشر بخمستاشر نقطة السماوة في المركز الخامس عشر بخمستاشر نقطة الميناء في المركز السادس عشر باربعتاشر نقطة نفط البصرة المركز السابع عشر باربعتاشر نقطة الحدود المركز الثامن عشر ب13 نقطة القاسم في المركز التاسع عشر ب11 نقطة والصناعات الكهربية في المركز العشرين والأخير ب10 نقطة خلاننا تعرف على ترتيب هدافي الدور العراقي بعد أن تأم برphasي اليوم عبدالله الجولة في صدرة الهدفين بالنسبة للدور العراقي عندنا أيمن حسين لعب الكوة الجوية في المركز الأول بعشرة أهداف في المركز الثاني مهند عبد الرحيم قرار لعب الزوراء ب8 أهداف في المركز الثالث محمد أحمد عبد الرازق أحمد عبد الرازق لعب نفط ميسان بستة أهداف وأحسين يونس لعب الميناء وموسى عدنان لعب النفط واللاعب جبار كريم لعب أمان البغداد وعمر منصوري لعب نفط الوسط ومحمد إبراهيم لعب الكهرباء في المركز الرابع برصيد خمس أهداف أو خمسة أهداف منار طاها لعب الحدود أحمد لفتة كوني لعب النجف محمد خالج جفال لعب الطلبة متابعين الكرام كان معكم محمد نور الديمين من قناة من الآخر خلاص اشترك في القناة فعل زر الجرس هم لايك الفيديو نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته